السلام عليكم وها قد عدت لكم في فيديو جديد أصدقائي اليوم وبإذن الله سوف نقدم لكم شرح وحل اختبار في مادة الإعلام الآلي لدينا اختبار الفصل الثاني لتلاميذ السنة الثانية متوسط النموذج رقم واحد وقبل أن نبدأ الفيديو أصدقائي لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس تنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد ننشره على قناتنا التعليمية ولنبدأ التمرين الأول بالنسبة للأول قلي أربط مما يعلي هنا أعطاني شطرين في كل شطر من هذا الشطرين هذا كاين أربعة جملة نحن ربطوا هنا كل جملة بالجملة المناسبة لها أو الجملة المكملة لها في الشطر الثاني نقرأ هنا عندي في الشطر الأول قلي نحدد شكل واحد ثم نضغط على كونتخول دون رفع اليد ثم نحدد الشكل ثانيا نحدد الأشكال ثم نضغط على تفكيك أو ديسوسيير ثالثا نحدد الأشكال ثم نضغط على تجميع أي جروبي باللغة الفرانسية ورابعا نحدد الشكل ثم نضغط على الزر الأيمن ثم إضافة فقرة الآن بنسبة الشطر ثاني عندي الجملة الأولى قلي وضع عدة أشكال في شكل واحد ثانيا نحن نحط عدة أشكال في شكل واحد ثانيا الكتابة داخل شكل ثالثا تحديد عدة أشكال ورابعا لوضع كل شكل واحدها التمرين الثاني بالنسبة للتمرين الثاني التعليمة أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة عندنا هنا عبارة عن مجموعة من الجمل نحن نكمل هنا بالنسبة لهذا الجمل فيهم مجموعة من الفراغات يعني كلمات ناقصة نحن نكمل هذه الفراغات بكلمات المناسبة إذن عندي أولا لإدراج شكل في برنامج النصوص ننقر على التبويب يعني باش ندرجوا شكلا في برنامج الوارد أو في برنامج النصوص ننقل على التبويب ننقرو على التبويب أشو التبويب اللي ننقرو أليه أقيد باللغة الفرنسية ثانيا عند تحديد الشكل يظهر لنا تبويب جديد كي نحددوا الشكل متعنا بحي يظهرنا تبويب جديد وش اسموها التبويب و أيضا قلي يمكن يمكن ترتيب مجموعة من الأشكال التي لها مساحة مشتركة باستعمال الأوامر التالية ترتيب الأشكال منها وشو الشكل اللي يأتي من الفوق وشو الشكل اللي يأتي من التحتين الشكل الأول والشكل الثاني على الشكل اللي يأتي في المقدمة والشكل اللي يأتي في الخلف قال لي يمكن ترتيب مجموعة من الأشكال التي لها مساحة مشتركة باستعمال الأوامر التالية أولا إظهار شكل خلف شكل لإظهار شكل خلف شكل ننقر على يعني بشكل نديره تحت الشكل الآخر على وشوى الزر لنقرؤ عليه ثانيا نقلي اللي جعل الشكل في المقدمة نقر عليه يعني بشو نجعله شكله في المقدمة وشوى الزر لنقرؤ لهذا كامل الإجابة تحت تكون باللغة الفرنسية التمرين الثالث بعد رسم أو إدراج الأشكال يمكننا القيام بعدة عمليات عليها أذكرها بعد ما نرسمه وندرجه مجموعة من الأشكال نقدره أن نقومه بمجموعة من العمليات على الأشكال هذه راح نذكرها أطلب من هنا أنه نذكره أربع عمليات وإذا يعني نعرفه كثير من أربع عمليات نقدره ثاني نذكره هما الآن ننتقل إلى جزء الإجابة التمرين الأول عندي التمرين الأول هنا الإجابة قال لي أربط ما يلي تعليمة أربط ما يلي نربطه جمل الجزء الأول هنا أو الشطر الأول بجمل الجملة المكملة لها من الشطر الثاني إذا لدينا الجملة الأولى قال لي نحدد الشكل واحد ثم نضغط على كونترول دون رفع اليد ثم نحدد الشكل ثنين يعني نحدد الشكل واحد نضغطه عليها وبعد نضغطه على زر كونترول على لوحة المفاتيح دون رفع اليد ثم نحدد الشكل ثنين بلما نرفع اليد بتاعنا نحدده شكل ثنين هنا وشانا نحاولون ديو هنا أنا نحاولون أن نحدده مجموعة من الأشكال مع بعضها البعض ثانيا نحدد الأشكال ثم نضغط على تفكيك أو disoci نحددوه مجمع من الأشكال ونضغطوه على disoci هنا كي ندرو هات الحركة عشان نحاولو نديرو هنا نحاولو نحطو كل شكل وحده هنا كل شكل نحطوه وحده disoci أي تفكيك أو تأتي بمعنى تفريق هنا كي نضغطوه على disoci من هنا نحطو كل شكل وحده ثالثا نحدد الأشكال ثم نضغطها لتجميع لأن العكس راح نضغطوه على الأشكال أو نحددو الأشكال هادو ومن بعدها نضغطوه على group A أو تجميع هنا نديرو العكس هنا نحاولو أن نحطو عدة أشكال في شكل واحد أي واضع عدة أشكال في شكل واحد وأخيرا نحدد الشكل ثم نضغط على الزر الأيمن ثم إضافة فقرة نحددو الشكل المعد نضغطوه على الزر الأيمن ومن بعدها نضغطوه على الزر الأيمن ومن بعدها نضغطو لإضافة فقرة هنا الخطوات هذه نتبعوا الخطوات هذه انا نحاول ان نكتبه داخل شكل hop方 just اجابة التمرينة الثاني عندي التمرين الثانية قال لي acontecendo لادراج لفراششكل في برنامج النصوص ننقر على التبويض النصوص تبويب انسرسيون ثانيا عند تحديد الشكل يظهر لنا تبويب جديد هو كي نحددو الشكل متاعنا رح يظهرنا تبويب جديد في شريط الادوات وشي هو هذا التبويب التبويب الجديد هذا الاسم نتعوه هو فوغما دو فوغما يعني الشكلة والاعدادات متاع الشكل متاعنا يعني نقدروا نبدلوا منه الاعدادات انا قال لي يمكن ترتيب مجموعة من الاشكال التي لها مساحة مشتركة مشتركة باستعمال الاوامر تالية يعني نقدروا انه نرتبوا مجموعة من الاشكال عندها مساحة مشتركة وش معنها نرتبوا معناها يأما نحطوها وراء يأما نحطوها امام يعني ترتيب تحت تكون الوراء ولا تكون من القدام باستعمال الاوامر تالية باستعمال هذ الامرين للزوج اللي هو الامر الاول اللي هو إظهار شكل خلف شكل ننقر اللي إظهار باش نظهره شكل يكون خلف شكل آخر على واش ننقره هنا ننقره على ماتر en arrière plein يعني هنا يا ماتر en arrière plein يعني هنحطوه في الجهة الخلفية ونحطوه خلف الشكل الآخر أما باش نجعله شكل في المقدمة فالعكس ننقر على ماتر en premier plein يعني رح نحطوه في الأمام ماتر en premier plein يعني في المقدمة أو في الأمام التمرين الثالث قال لي بعد رسم أو إدراج الأشكال يمكننا القيام بعدة عمليات عليها أكيد على هذه الأشكال هذه اللي قمنا برسمها أو قمنا بإدراجها نقدر نقوم بالكثير من العمليات عليها نحن نذكر مجمع عندما عمل هذه العمليات هو طلب مني أن نذكر أربعة أولا نقدر نحذفه هذا الأشكال نقدر نحذفه الشكل إذا ما عجبناش نقدر أيضا نقل هذا الأشكال من مكان إلى آخر نقدر وننقلوها من مكان إلى آخر وأيضا نقدر نغير الحجم أنت هذا الأشكال وننسخ هذا الأشكال وأيضا نقدر نلونها ننسخها وننسخها في مكان آخر ولا أيضا نقدر نلونها وأخيرا العلم أن تخنق نفسك من أجل إنقاذ الآخرين والسلام عليكم أصدقائي ورحمة الله تعالى وبركاته